تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيربي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شراكة أنا مجموعة RM4ARAP في تويتر ويوتيوب وشاركنا رابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد المعقد والصعب على ريال بيتس الفوز اللي أعطاهم أول انتصار هذا الموسم وأنقضهم من دوامة صعبة جدا هنبدأ بتفاصيل المباراة بعد ما تشتركوا بقناة سيربي سبورت على يوتيوب بدأ ريال مدريد بشكل واضح 4-3-1-2 في أسمين كانوا مفاجئين شوي يوفيتش عم بيبدأ لأول مرة كأساسي وأيضا شفنا فالفردي بياخد مكان مودريتش فكرة يوفيتش كانت بحث عن لعب يسجل أهداف بعد المباراة الأولى والانتقادات الكثير اللي جاءت لريال مدريد وزيدان تحديدا فكرة فالفردي كانت واضحة من خلال المباراة أنه طريقة اللعب حتى تطلب أظهرها بتطلع كثير وبالتالي تطلب لعبي موسط جادرين يغطوا بدنيا بالهجوم وبالدفاع وفي المساحات الممكن تنترك أثناء تقدم الأظهرة مباراة اليوم كانت تمثل تحدي ذهني كبير كثير لريال مدريد تحدي ذهني لأن ريال بيتس أصبح شبه حقدي لهم بالفترة الأخيرة بعرف تجيب نتائج منهم كويسي دايما تحدي ذهني لأن ريال مدريد ما فاز اللقاء الأول وعدم فوزه اللقاء الثاني معناه كأنه بيقول لبرشلونة وأتلتكو ابعدوا عني شوي أنا بعدين هحاول ألاحقكم كان هكون بداية غير مبررة بعيدة عن السدارة فاليوم كان في تحدي صعب والتحدي زادت صعوبته بمسألة عودة بيتس بالنتيجة ومسألة الأداء اللي أقل من العادي معظم اللقاء ورغم ذلك الفريق قد رفوز وهذا المطلوب وبالنهاية علمنا من الموسم الماضي الناس هتتذكر شغلي واحدة من الرقم واحد في الترتيب خلال اللقاء ظهر واضح جدا أنه 4-3-1-2 التهجه ريال مدريد حتتطلب كثير الأظهر تصعد وهذا الرهان أنا أشك أنه يكمل طوال الموسم لأنه هذا الرهان فيه نوع من الخطورة خطورته أنه لما يصعد هذه الأظهر كثير ممكن إذا تكون تعرضت فرق سريعة حتشوف مرتدات تتوصلهم لمر مانك بشكل أسرع أيضا في يوم من الأيام يجي ظهير من هالتنين مش بمستوى حتصير عندك مشكلة كبيرة أيضا بارتدادهم حيكون بطيء أو صعودهم حيكون خطير عليك وبإضافة لأشياء مهم جدا أنه لما تعمل هذا الأسلوب كثير مهم تسجل وإلا بتسجل عليك وبعدين بتصير تتسرع طبعا عجبني كثير في الهدف الأول تعريع المدريد اللي جاء بالوقت الصحيح والمنطقي للفريق الزيادة العددية اللي كانت موجودة في منطقة الجزاء لحظة الهدف واعتقدت أنه هذا تحسن كبير عن المباراة الثانية المباراة الأولى آسف ولكن فجأة رجع الموضوع طبيعي كأنه نفس أداء المباراة الأولى خلال هذه البدايات كان في تصدي مهم جدا لكورتوا وأيضا حتى ونتيجة اثنين اثنين كان في تصدي مهم لكورتوا والحارس اللي ما عاد في داعي نمضحه كل حلقة يعني عشان نتعود الحارس اللي خلص رجع لكورتوا اللي بنعرفه كورتوا اللي اشترى ريال مدريد ومن الأفكار اللي حاول يطبقها زين الدين زيدان اليوم بشكل واضح أنه كريم بنزيمة لما يطلع يحاول يروح على الأطراف ولكن هذه المرة ليست أطراف اللي يرتكز عليه أطرافه يحاول يلعب كورات عرضية أكثر من مرة يعمل هذا الشي مستفيد من شغلتين مستفيد أنه الضغط عليه مش هيكون كبير بصفة هو رأس حربة فيه مدافع عم بيلحقه بس مش متوقع منه يلعب هذه العرضية وأيضا نتيجة وجود ظهير يقريب منه عم بساعة يخفف الضغط عنه إضافة أنه ساحب هذا المدافع حيعطي فرصة لايوفيتش أو أوديغارد في الشرط الأول وإسكو في الشرط الثاني يدخلوا في مساحات موجودة وكان الريال يحاول ماذا الشي فكرة جيد صراحة لكن مش هي مباشرة تانية اللي اتتوجت بالأهداف ولاحظنا عودة استراتيجية ما بعد كورونا الموسم الماضي فريقة قدم ثم تراجع واعتقد أنه هذا يكفي لكن اليوم مش هذا الوقت لهذه الفكرة ليش؟ لأنه مساعدة بنتكلم عن بداية موسم موسم الماضي كانت هذه الاستراتيجية جدا مناسبة نتيجة أنه كانت دكتك أقوى دكة أولا وثانيا أنه كان فيه إرهاق كل ثلاثة أيام الآن ما فيه إرهاق كل ثلاثة أيام على الفرق الآن الفرق لسا بداية الموسم قادر تعطي بدنيا وقادر تتعب وتلعب ولكن هذا الشي كان فيه نوع من المغامرة من الريام الدريد وأعتقد زيداني أتعلم درس مهم أنه كثير بدري أرجع بعد ربع ساعة وأسلمي الكرة لا فريق زي الريال بيتس عنده أسلحة وعنده لعبين بقدر يسجلوا وفي الدورة الإسبانية كل فريق تقريبا عنده سلاح أو سلاحين لو رجعت أماء خلف وسلمت الكرة حاولي هددك وممكن يهددك اليوم اللي حصل قبل التعادل تع بيتس كمية فرص كبيرة كمية دخول كرة من دخول جزائي كبيرة الطبيعي تبحى ينتهي بالتعادل خلال اللقاء اليوم وبالشكل الجديد للرجاء الريال مدريد ومع عدم مركزية مذهلة من لعيبة ريال بيتس ظهر عيب كبير كثير عيب أنه ريال مدريد ممكن يحط تمانية وراء بس زوايا التمرير القصم مفتوحة يعني في كل كرة تقريبا في الشوط الأول وبعض فترات الشوط الثاني لعيبة ريال بيتس قادرة تمسك الكرة من نصف الملعب وتقدمها بتدرج حتى منطقة جزائي ريال مدريد وهذا الشي كان واضح وبالهدف الثاني كان واضح جدا أنه لعب ريال بيتس كان عنده القدرة يلعب تمريرة قطرية جدا للأمام على مشارف مرتقة الجزاء ووجود أربع لعيبة وسط ولا واحد مغلق منهم زاوية التمرير هذه هذا الموضوع استمر بشوط ثاني بس بشكل أقل سوءا نتيجة ربما مودريتش بجزء نتيجة شيء آخر لعيبة بيتس نفسهم نزلوا بالشوط الثاني كمستوى ولعيبة مدريد صاروا أكثر ربما قراءة لكن خطيرة جدا اليوم وشفنا شيء منها أمام سوزداد رأيت روسف حتى الآن بيش قدريني يقدموا نفس أداء الدفاعي بتاع الموضوع الماضي ريال مدريد في شوط الثاني ما تحسن ذلك التحسن الفضيعة لمستوى أنه نحكي والله لو يلعب زي شوط الثاني لا هو فاز بشوط الثاني صحيح دخول مودريتش إسكو ساعدوا شوي بأنه يصير أسرع في تحويل الكرة من اليمين لليسار من اليسار لليمين كان سيء جدا بهذا الشيء بشوط الأول وشيء الثاني بشوط الأول كان الفريق جدا سيء في مسألة التحول من الدفاع للهجوم كان في غاية السوء صراحة الشوط الثاني صار أسرع شوي ومن هاي التحولات إجت إضطرت ريال بيتس اللي غير كثير في اتجاه المباراة ومن مسألة تحويل تجاه اللعب من اليسار لليمين أو اليمين لليسار كانت الكرة اللي وضعت الكي باست اللي إجا بعديها الأسست تاع الهدف الثاني لريال مدريد شغلتين ريال مدريد هو دائما بتميز فيهم ولما تغيبوا عنه ما بيعود ريال مدريد وشوط الثاني كان فيه تحسن بس لسه كثير بعيد بصراحة لما أشوف في وضع ريال مدريد وجوه لعب ريال مدريد في لعب ريال مدريد في شي مش صح في شي مش صح حتى الآن ممكن تكون مسألة اللياقة ممكن تكون مسألة الإعداد ما كانت صحيحة نتيجة الفترة القصيرة بس في شي مش مريح لهذا الفريق رغم انتصاره ربما الوقت كفيل يعالج هذه السلبية النقص العددي أكيد أهدف ريال مدريد تسهيل الانتصار لقت ترك الجزاء أيضا طبعا الصور أثبت أنه ما يرى المكان متسلل زي ما كان يحكي المعلق أنه في هذه الكرة طبيعية بس غير نحكي الفريق اليوم خدمته ظروف ومواقف معينة أنه يفوس بأهدى الأداء بهذا الوضع الطبيعي ما كان هيفوس بس نحكيه بكل صراحة مع بعض ما عجبتنيش قصة أنه الفار يفصل المباراة أربع دقائق وبعدين خلي اللعيب يلعبوا ذهنيا في لعيبة مش حيرجعوا شيء مش كويسا اليوم طولوا كثير في الدورة ونختم بكلامنا عن لوكايوفيتش بعد مباراة الأولى وبقول من العدل والمنطق نشوف هذا اللعب هل هو سيء ولا لا في شرط الأول كل رجاء مدريد كان سيء يعني شرط الأول راموس بعد ما ضيع الفرصة فقط تركيزه وثلاثة أربع كرات انضرب فيها كلهم كانوا سيئين يعني ربما في فاران شوي بخط دفاع كان اللي واقف وبعدين حتى اجي الكرة من عنده وبعدين يعني فريق كله ما كان فيه حالة تحس انه والله هذا اللي ماسكك اليوم في هذا اللقاء فالفريق كله كان سيء كاسميرو قدم واحدة من أسوأ مبارياته ومع ذلك الفريق بالناس بيشوف يوفيتش هذا أولا ثانيا انه الرجل هاد يعني نسي أصلا انه بلعب أساسي في رياة مدريد نسي أصلا انه ممكن يلعب مع رياة مدريد فصعب جدا تنزله هو لساته هو نفسه كحدة تنافسية وحدة ذهنية انه يلعب بفريق أول حتى لو كان فريق هذا بدرجة ثانية بده وقت الشيء ثاني مهم بده وقت عشان يتفهم عليه بي معاه يعني محتاج وقت عشان يفهم بالنزيمة كيف يتحرك ومندي كيف يلعب العرضية وكاربخال كيف يتقل بحتاج بده وقت يفهم هذا الشيء تدريبات ما بتكفي لهذا الشيء فنيجي نحكم عليه بعد كل هذا لا هذا ظلم هذا ظلم كبير عشان يوفيتش يختبر لازم يرجع يلعب ما بقول يبدأ أساسي من برأة الجاي بدل بنزيمة لا بقول لازم يشوفه يلعب عشرين خمس عشرين دقيقة يعني هذا الطبيعي اذا هو جاي مهاجم ثالث لبنزيمة وأنا أقصد في المقولة تاعتي ثالث إنه لو بنزيمة العبسية بيكمل تسعين دقيقة فبنزيمة بصير بديل بنزيمة وبعدين بصير يوفيتش أما إذا هو بديل ثاني معناها لما بنزيمة يكون مبارا سيئ لما الفريق يكون يبحث عن الهدف ينزل يوفيتش بوقت منطقي مش بالدقيقة تمانين وتمانين وتسعة وتمانين أما نحكم عليها بمباراة لا مش منطق مش منطق أبدا وبالنهاية هو ساهم بلقطة مهمة أدت بشكل أو بآخر لانتصار الفريق نوصل لنا إلى حلقة زل بمدريد كنت معكم أنا محمد العواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام وضروري جدا تتابعوني على سيرفيسبورت والسلام عليكم ورحمة الله